السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة الوصفة على اليوم مملحات بعجينة الفيلو واحدة من بين أروع الوصفات اللي تقدروا تجربوها بنينة بزف تبعوا معي المقادر طريقة تحذير فهذه الوصفة رح نحتاجوا لحم مرحي طوماتيش مقطعة رقيق سمن اللي رح ندهنوا بهلابات معدنوس ورقارند شوية تعتوم شامبينيون شوية عبصل زوج حبات تعالبيض نسحقوا التوابل نخليه لكم في صندوق الوصف وعدنا الجلجلان وعدنا الجمل الابيض ونسحقوا كذلك لاباتافيلو نحطوا مقلافة في النار نحطوا عليها شوية عزيت شوية عسمن ونخلوها تسخن مليح من بعد رح نزيدوا عليها شوية تعالبصل مع سنينات تعتوم حزود سنت هكذاك بنسبة للبصل درت حبة تكون كبيرة غريد بلا ذاك الابصلة رح نزيد عليه لحم المفروم هنا تقدروا تستعملوا بولي اشي انتو ما وش تحبوه نزيد عليها التوابل ورقة تعالرند نحرك مليح ونخلي هاد اللحم بتاعنا يطيب مليح في وسط الطياب بتاعه رح نزيد عليه شامبينيون هاكذا ونزيدوا عليه حبة طماطيش اللي قطعتها مكعبات صغيرة في هاد المرحلة تقدروا تزيدوا فلفل الوان مقطع تاني حيعطي بالنا تقدروا تزيدوا تاني دا حبيتوا زيتون مقطع دينو ايوتي غري يطيب مليح الفيونداشي تاعنا في الاخير نزيدوا عليه شوية تعالمعدنوس اللي كنت قطعتها رقيق ومن بعد نزيد عليهم زوج حبات تاع البيض حتى ثلاثة بوقع الحساب لقونتيتي تاعنا نزيدوا البيض تاعنا نحطوها من الفوق ونخلوه يطيب هاكذا ما لازمش يطيب بزاف جوية قليبة خفيفة ونطفي على الافارس تاعنا وتكون واجدة من جهة واحد اخرى رح نجيبوا الاباتافيلو تاعنا كيما قلنا هي اللي رح تكون العجين تاع المملحات ولا تاع البورك تاعنا كيما تحبو سموها ناخدو ورقات تاع الفيلو اللي يكونوا بهذا الشكل ونجيبوه الصينية اللي رح تدخل للفرن نوكل حاجة اللي ولا رح ندوبو السمن تاعنا وندهنو طبقة الاولى فوق الصينية ونحطو العجين تاعنا هاكذا وراح نكمل بنفس طريقة ندهنو شوية بتاع السمن ما نكتروش بزاف السمن دهنو خفيفة بالبنسو ونزيدو ورقات على الفيلو حتى ونكمل نديرو سواء 4 طبقات ولا خمسة طبقات حتى الستة ورقات نوك انا هنا درت خمسة من تحت وخمسة من فوق نجيبو الحشو التاعنا ونصدفوه كامل فوق العجين تاعنا بها الطريقة نسوي ولو السطح تعوه ومن بعد رح نحطوه فوق الجبن الابيض بنسبة الفورماج استعملت يا كورين اللي يكون طريق ويدوب في الفورن نوك حيعطيني نتيجة مليحوه هنا الكمية تاع الفورماج انتو ما واش تحبوه رح نفتح العلبة تاعي ونقطحها شرائح رقيقة نوك رح نقطحها بالموس نبلاطيها شوية بيدي ونحطها ديراكتو ما فوق الحشو التاعنا بها الطريقة كما راكو شوفوه راح ندير طبقة تانية اللي راح تكون بالجبن بعد ما يدخل للفورن راح يدوب ورح يعطي بنا هيلو بعد ما غطيت كامل الافيونداشي بالجبن راح نعود ونديروه الاباتافيلو من فوق طبقا اللولا راح ندهنها خارج نواه هقدام التحت باش تلسق في الحشو نحطها نعود ندهن من فوق ونكملوه كما درنا في طبقات الاولين طبقات عاسما وطبقات علابات هكذا غير نكمل طبقات كامل ندهن من فوق ونحيو الزوائد بالسكين كما راح ندير ورح ندخل الاطراف في القوتي تاع السنيوة بها الطريقة من بعد راح نقطع المملحات تاعي على حساب شران يحب لك انا راح نديرهم حبات يكونوا كبار كي ما تقدروا تديرهم صغر ثم اوش تحبوه نقطعوا بها الطريقة نديرو لهم شوية جلجلان من فوق وندخلهم للفرن على 180 درجة حتى نتحصلوا على لون دهبي يكون شباب المهمة اللي حتى انا راه مجاهزين كي ما راكوا تشوفوا بعد ما نخدها باللون شباب الريحة كانت بزف بنينة وتشاهي نقطعوها نشوفوا كيفاش جات من الدخل جات فريمون كريستيونت تقرمش مليح وكي ما اخدت لكم جات بنينة بزف نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتخلوا لي اراكم فيها في التعليقات نتلاقى وغدو ان شاء الله صحف طوركم والسلام اشتركوا في القناة